وقعت مملكة البحرين ممثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع منظمة الأغذية والزراعات تابعة للأمم المتحدة الفاو أربعة اتفاقات مشتركة وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة للأعوام من 2018 إلى 2022 وقال سعادة الوزير عصام بن عبدالله خلف إن أولى الاتفاقيات تختص بتطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي في مملكة البحرين حيث تركز الاتفاقية على توفير خدمات المساعدة التقنية في تطوير تنوع الغذاء وسبل تعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء كما أوضح أن الاتفاقية الثانية تتعلق بتقوية نظم وقواعد البيانات والإحصاء الزراعي مضيفا أن الاتفاقية الثالثة تعنى بدعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي بهدف وضع استراتيجية وطنية لتنمية تربية الأحياء المائية المستدامة أما الاتفاقية الرابعة فتختص بمكافحة أمراض الحيوانات المشتركة مع الإنسان وتحسين السلالات الحيوانية هذه الاتفاقيات والتي سوف تستمر حوالي 18 شهر وسيكون هناك برامج تدريبية عملية ونظرية ما بين فريق الخبراء من منظمة الفاو مع الأخوة والأخوات في وكالة الزراعة والثروة البحرية وأيضا وكالة الثروة الحيوانية في الوزارة كل هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة والمحافظة وزيادة الإنتاج النباتي الزراعي الحيواني وأيضا الإنتاج السماكي الزراعة والقطاع الحيواني وقطاع الأسماك لهم أهمية عالية في خطة عام الحكومة 2019-2022 لما هو أهمية في الحفاظ وإعطاء البحرين كل المخاومات الفنية لأن يكون لها سياسة بالنسبة للغذاء كما تعلمون البحرية متستورد جزء من الغذاء وبالتالي في هذه المشاريع ستقدر تقدم للبحرين تكنولوجيا وتقدم خبرات فنية في الأمن الغذائي في تحسين الثروة السماكية وتحسين القطاع الزراعي هؤلاء يلعبون دورا مهمة جدا بالنسبة للتنمية المستدامة وبنسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فنحن في الأمم المتحدة سعداء جدا بوجودنا اليوم هنا في خطاع الزراع أو الثروة السماكية بتوقيع هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى نخل التكنولوجيا ويستفيد منها في الآخر سواء الذين يعملوا في القطاع الزراعي أو القطاع السماكي أو القطاع الحيواني وأيضا المواطن